تشارف الاحتجاجات في السودان على الدخول في أسبوعها الثاني وسط عجز حكومين عن احتوائها الأمر الذي بات يشكل قلقا لدى دول المنطقة التي تخشى من ربيع ثاني قد يزحف إليها كما حدث في عام 2011 رقعة الاحتجاجات امتدت وتوسعت لتشمل جنوبية البلاد ووسطها في ظل حالة من الارتباك لدى السلطات في أسلوب التعاطي معها وهما يظهر في استخدامها المفرط للقوة حيث بلغت حصيلة القتلى في خمسة أيام 22 شخصا فضلا عن العشرات من المصابين إصابة بعضهم خطيرة بينما ظل قرار الإغلاق التام للجامعات والمعاهد العليا والمدارس ساريا القرار الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي بزيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف أدى إلى تفجر احتجاجات في مدين عطبرة وبورسدان شرقا قبل أن تمتد تشمل العاصمة الخرطوم والمدينة التوأم لها أمدرمان وولاية النيل الأبيض ثم انتقل الحراك إلى ولاية جنوب كاردفان المتوترة أصلا حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام أزمات في الخبز والطحين والوقود خصوصا غاز الطهي يعاني منها السودان ثم تفاقمت الأزمة مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في الأسواق غير الرسمية إلى أرقام قياسية النظام يبدو عاجزا عن احتواء الحراك كما يقول بعض السياسيين فالوعود بتحسين الوضع الاقتصادي لم تعد تنطلي على المواطن العادي كما أن استخدام القوة وإن كان سيوضي أحيانا إلى تراجع المحتجين بدأ أنهم سيعودون للشوارع وبقوة أكثر وعلى الرغم من إعلان الجيش السوداني التفافه حول الرئيس عمر البشير لكن ذلك لم يمحق لقى الأخير من إمكانية اصطفاف المؤسسة العسكرية إلى جانب المتظاهرين لا سيما مع تجنب عناصر من الجيش مواجهة المحتجين في عدد من المدن ومنها الخرطوم على خلاف ما قامت به الشرطة ومن خلال اتهامات للمعارضة بتأجيج الوضع أو حديث عن إلقاء القبض على خلايا إرهابية بدأ واضحا أن النظام ينتهج السياسة ذاتها وهو البحث عن شماعة لتحميلها مسؤولية تأجيج الاحتجاجات التي كانت قراراته السياسية والاقتصادية سببا رئيسا في اندلاعها موسيقى